اشتركوا في القناة الذي خلق المات والحياة ليبلوكم أيكم آسا وعملات وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى فيه لك الرحمن من تفاوت فرجع البصره لترى من فتور ثمرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو أسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيع وجعلناها رجوما للشياطين وعاتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أولقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كلما أولكي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يعطيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بزنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إنه لكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في غطوم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما الإلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة تنصي أتهجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلقني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في دلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم جورا فمن يأتيكم بما هم معين الفاتح